ينشط هذا البرنامج الخاص بتعزيز نوئية التعليم الأساسي في شاد في أربع ولايات شادية من خلال القيام بأنشطة متنوعة تتعلق بترقية التعليم الأساسي وهي ولاية مندول شاري الأوسط البطهة ووادي فراء وبعد نهاية المرحلة الثالثة من أنشطة البرنامج في ديسمبر عام 2022 للمنصر تأتي هذه الورشة الوطنية لإطلاق المرحلة الرابعة لهذا البرنامج هذا وأقبل حاصلة النهائية للمرحلة الثالثة التي قدمها مسؤول البرنامج أشهد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بنجاح المرحلة الثالثة وجميع الأنشطة التي وقمت لصالح تعزيز التعليم الأساسي بشاد ونشدهم إلى تعميم الفائدة وبخاصة المناطق الرفية وشكر القائمين بأنشطة منظمة أطفال العالم الجهات المنفذة لهذا البرنامج المرحلة الثالثة نتجد شيء كثير أولاً في بنا أنا مدارس ثانياً في مساءدة للمدارسين للمفتشين أشان أنتم كفاء كيف يخدموا حتى المفتشين والمناديب أنتم دراجات نارية أشان زول انتك عندك مسؤولي هنا تفتيش وهنا مطابعة هنا الأمل في الأقاليم واجب تلقى دراجة أشان تمشي تشيفه هذا كل جيل رابعاً أبهات الإيال أمهات الإيال في البرنامج إرفو دور مشنو وشارك وكابي شارك بزيادة المرحلة الرابعة لبرنامج تعزيز نوعية التعليم الأساسي في جهد تبدأ من يناير عام 2023 إلى ديسمبر عام 2025